السلام عليكم بعد الصلاة والسلام وعلى رسول الله مرحبا بكم مشاهدة الأعزاء في قناة زوزت الشوية اليوم مع موسم المشمش او المشماش انا جبت لكم وصفة مشماش اقتصادية سهلة بدون اضافات يعني معتامدتها في بيتي يعني يجيكم هاي لكي ما راكم تشوفوا يجيكم مشماش تاعكم يعني المجون تاع المشماش تاعكم ولا ما رب المشماش لا مع كي ما راكم تشوفوا وثقيل كي ما راكم تشوفوا اذا كنت اول مرة تزوري قناتي ما لغير الاشتراك في القناة وضغط على الجرس باش يوصلك جديد وتبارتجي مع صحابتك باش يوصلك اجديد كي ما راكم تشوفوا يا البنات هنا يجبت كيلو تعمش ماش حوالي كيلو تعمش ماش احنا نجيبوا سحنة اللي راح نحطها فيها ولا طاوة اللي راح نحط فيها ولا اي حاجة اللي راح طيبي فيها تقضيت ديري في هذيك بعد اللي راح طيبي ميا من الاحسن ديري في السحن قبل ومبعد حطها في ويش راح طيبي تخليها للا كامل راح نجيبوا المشماش تعنا اول حاجة راح نقيه اكيد نقيه زوج اخطرات ولا اشحال بما انه في مرانا في موسم تع المشماش راح نستغلوا هذا الوصفة وجود لكم هذا الوصفة سهلة سريعة ما فيها حتى اضافات وجيكم معجون تاكم ولموربة تعكم هايل ولا ارواح نجيبوا المشماش تعنا حوالي يقول لكم كيلو نقطعوه قطع كما راكم تشوفوا لازم يتقطع كما هكا ولا تحبوه يبقى يعني حبات ديروا حبة تع مشماش قسموها على زوج وخليها بالنسبة للسكر اذا كان المشماش تعك حلو ضيفي حوالي من خمسمائة ستمائة قرام تع السكر اذا ما كانش يعني تشوفي فيه ماهوش حلو تقدري تضيفي من سبعمائة حتى ثمانمائة قرام اضافة السكر يعني باش يجيك حلو كما نعرفوا بالليل مشماش كان الحلو كان الحامض اذا كان حامض انا هنا يدرت حوالي سبعمائة وخمسين قرام يعني باش يجيني حلو اذا عندك الميزان من الاحسن احسن انك توزني واذا ما عندكش تعينك هي ميزانك نضيروا نصف كأس تعصير ليمون وليطرنش هذو تاع القارص راح نخليهم فيه الليلة كاملة راح نحاولوا اننا نخلطوا هذا السكر مع المشماش تانونا مع المشماش تانو حتى ندخل فيه ملح هنا بدون اضافة اي قطرة عمى يعني كما راكم شبتوا يا البنات بعينيكم وراني ما زدتش حتى قطرة عمى كما تشوفوا راح نخلطوا ملح 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 تاني يدخل هذا السكر ويترمض هذا المشماش تانا بالسكر ونخليوه الليلة كاملة اذا كنتم زروبة خليها ربع سوية ست سوية باش يتلقي المات تاعو كما راكم تشوفوا كل يعني بعدما نخرجوا بعد الليلة كاملة راح نخرجوا ونخلطوا ملح راح نلقاء هذا السكر يعني وهذا كذاب معا وطلق المات تاعو ورح يهبط شوية سكر ملتحت حاولوا انكم تخلطوهم بليح ملح ملح باش نحول اني نخليه يذوب كينحطوا في الكاسرول تعيي طيب ماهوش راح يلسق لي ملتحت من احسن تديروا طاوة ولا كاسرول تكون تكون ثقيلة انا ما عنديش انا تساعدني هذه مهما انها خفيفة بصح في المعاجن كينخدمهم يجيو روعة خدمت معاكم من قبل معجون معجون فراز يعني الوصف اراهي في قناتي واحد المعجون يا لبنات ما شاء الله ويدوم لكم حتى اكثر منها هذا هو المعجون تعنا ولا المشمش تعنا بعدما تلق المات تاعو بدون اضافة اي قطرة تعمى غير المشمش خليو يطلق المات تاعو مها هذاك السكر فقط حطوا على نار هادئة كما راكم تشوفوا بعدما حطيتوا على نار هادئة راح نبقى نحرك نحرك حتى يبدأ يخرج لي هاذا الرغوة نجيب اي سحنة ولا حاجة ندير فيها شوية ما باش كي نحط في هذيك الرغوة مايش راح تلصق لي فيها يعني الماء هذك يساعد لي بليش سحنة تاعي كي نجي نغسلها مايش راح تتعبني وتلصق لي هذيك الرغوة فيها نجيب فيها شوية ما ونحط هذيك الرغوة بصبوعي المغرف راح ناحيها كامل يعني حاولو انكم تنحيوا هاذا الرغوة كامل ما تخليوهاش في المعجون تاعكم باش يجيكم معجون تاعكم ابنين ونضيب ويعني مايجيكمش حامة هاذ الرغوة راح نحاول اني نحيها كي ما راكم تشوفوا كامل كامل وكل مرة على مرة ندير تحركها بش ما ميتحرق ليش مال تحت يعني كما تحركيش اكيد هاذك السكر راح يبط لك لتحت ويتحرك ليك ويعني يفزيط لك المعجون تاعك راح نبقى نحرك نحركو ونحي هذه الرغوة يعني كل ما حركتوا راح تزيد الرغوة اكثر واكثر كما راكم تشوفوا يعني حاولوا انكم تنحيوا هذه الرغوة بالمغرف كما راكم تشوفوا بشوي يعني راح تتعبوا شوية الوقت هذي ومبعد كي تصفى لكم اخلاص راح يبقى يطيب لكم معجون تاعكم بكل سهولة حاولوا اذا كنتوا يعني اول مرة ديروا معجون تبعوا طريقة هذي طريقة بطريقة يعني مرحلة بمرحلة باش ينجح لكم المعجون تاعكم اذا كنتي اول مرة حبيبت تزوري قناتي ما لك غير الضغط على الاشتراك في القناة والضغط على الجارس باش يوصلك الجديد والبرتاج مع صحابتك باش يستفادوا حتى هما كما راكم تشوفوا المعجون تاعي راهو يغلي وكل ما راهو يغلي راهو يطلق هذه الرغوة الرغوة هذي البنات هي اللي راهي تفزدلنا في المعجون حاولوا انكم تنحيوها كامل 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 اول حاجة هذي الرغوة تدير حموضة بزاف في المعجون شوفوا هنا بعد ما نحيته حاولت اني نحيه كامل كاميراكم تشوفوا يعني بقالي شوية فقط راهي نقصت لي هذيك الرغوة ورهو بداء يغلي والحبات المشماش التاعي راهي طابت راح نبقى نحي هذيك الرغوة كامل 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 ونبقى نخلط مرة على مرة باش ما يلسق ليش كما راكم تشوفوا بلي الحجم والا الحجم تاع المعجون التاعي راهو بداء ينقص يعني بدا يتبخر وبدا ينقص وبداء يثقالي راح نحي كامل الرغوة كما راكم تشوفوا ومنح بش من تخلاط التعوير محت لازم تبقى وتخلطو فيه مرة على مرة خلطوه باش ما يلسق لكمش يعني كما تتعرفوا بلي السكر والمعجون يعني ديما كما تخلطيش راح يتحرق الكمل تحت ويضط لك المعجون تاعك ويروح لك المشماش تاعك والسكر تاعك و اكيد التعب تاعك كما راكم تشوفوا هذا هو المعجون تاعنا يخليوه يعني بقبق كما راكم تشوفوا يعني هذا المعجون راه ناجح مئة بالمئة انت منه انكم تجربوه وتدعيو لي خليو المعجون تاعنا يزيد بقبق شوية هنيا بعد ما طابلي هنا يمزل مرحيتوش راح نقدم لكم حبا معجون مهوش مرحي شوفوا اللون تاعو ما شاء الله ولا ارواع يعني اضافة هذي كتاع القارص راح تخليهم حافظة على اللون تاعو ويشاهي كما راكم تشوفوا هنا يراني مرحيتوش حبيت نقدمه لكم في ليفيرين هاذو باش تشوفوا كما عودكم مرة لي فاتت كي درت المعجون تاع الفارولة الوصفة راهي في قناتي درت لكم حبات كما راكم تشوفوا يعني كل واحدة كيفا تحب تقدمها تحبوا تقدموا كما هيكا وتحب ترحيه هنيا بعد ما رحيتو كما راكم تشوفوا يعني يعطي لك واحد لمعان ولا ارواع تقدري ترحيه تقدري تقدمه كما راك تشوفي شوفي بالحبات كيفا هيجي ولا ارواع تقدري تديريه في المناسبات التاعك في النجاحات في الخطوبة في اي مناسبة عندك في العرس في اي مناسبة كما راكم تشوفوا شوفوا الشكل تاعو ما شاء الله لامع ولا ارواع يجيكم خاثر ولمع كما راكم تشوفو هنا يا مازال ما بردليش بعد ما يبردلي حطيته يعني قدمته هو سخون من اجل التصوير فقط شوفو هنا يا البنات بعد ما بردلي يجي شكله ما شاء الله لامع ولا اروع معجون مش مش بدون اضافات بدون ماء بدون حتى حاجة يعني ما ضفت له حتى حاجة يعني بعينيكم شوفو بعد ما اخذر لي ويبردلي شوفو كيفا يرجع يهب الاحسن من تعبرة نتمنى انكم تجربو وتدعيو لي بالنسبة لطريقة الحفظ تقدروا تحفظوه بالنسبة للعلب الزجاجية تعقموهم كما العادة يعني تحطوهم فيما سخون ولما يغلي تخليهم حتى مدة دقيقة او دقيقتين وبعدك يتنحيوهم من الماء تخليهم حتى يقطرهم مليح 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 وماء والمغلق التحهم والغلق التحهم اللي راح تغلقو به هذيك العلبة الزجاجية وتخليوها حتى تبرد مليح وتنحالها هذا كل ما وتشيح وتحطو فيها تحطوه في الثلاجة راح يبقى لكم مدة طويلة يعني تحطو في الثلاجة من تحت فقط مش في الكونجيلاتور تقدروا ثاني تحطوه في هذي العلب البلاستيكية اللي دماؤتكم اني نحط فيها مع جنتاعي ولا الحواج التاعي تقدروا تحطوها في الكونجيلاتور شوفوا قوامت المعجون تاعي بعد ما برد ولا ارواع شكل وذوق ما شاء الله تمنى كان جيت نقدر يعني تذوقوه يعني من الكاميرا من هكا يعني ذوقتهم ما شاء الله شوفوا يا البنات جبت العلبة هذي كما عودتكم العلبة هذي تقدري تحتفظ بها في الكونجيلاتور مدة تقريب عام ولا يفوت لها يعني انتي تخدمي بها تجبتها وقت ما حبيتي وقت ما تبغي يعني تجبتها تاكلي منها طرف ولا تقدر اذا كمية كبيرة ديري علب اقل من هذو كل نهار يعني وين تفضلك هذك الطرف تجبدي وحدة صغيرة اقل من هذي كما تشوفو هنا يبعد درت علبة تاع الزجاج كما تشوفو خبيتها في الثلاجة وهذي تاع البلاستيك رح نخبيها في الكونجيلاتور هذي هي الوصفات تاعنا وهذي هما تدابير الحفظ بتاع المعجون تاعنا وكيفه يجيك معجون تاعك هاي اللامع ولا ارواح احسن من تعباره نتمنى انه كان لإعجابكم وتجربوه وتدعو لي ان شاء الله اذا كنتي اول مرة تزوري قناتي ما عليك غير الاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلك جديد والبرتاج مع صحابتك باش يستفادوا حتى هما هذا هو المعجون تاعنا تاعلمش مش لموسم المش مش مع السلامة ترجمة نانسي قنقر